مرحبا هذا الفلوغ سيكون يضحك طبعا هذا الفلوغ سيكون يضحك لأن كل شوية راح اضلع الكاميرا واصور شوية بس ما عارب ش انه راح اساوي بس اكدر شي عاجبني اروح له اوجد سفينة اهنان بسن دي ايغو صار يمكن سبع مرات اجي سن دي ايغو ولا مرة رحت الهاي السفينة وهي معالم من معالم سن دي ايغو انه هاي السفينة الصور اللي يحتلو بها العراق يمكن هي تشي او بها خرايط مال او الاحتلال العراق وشونتشان القصف بالعراق او كل ش ااجبني اروح اشوف هذه السفينة خاصة السعيد ميلادي والجو كلش حلو ايه امسا اكدر اصور راح ااخدكم اياي اهناك اللي بعد المسوي سبسكرايب لا تنسون اصوون سبسكرايب اللي راح يحب هذا الفيديو وان شاء الله تنسون اياي ابعيد ميلادي لا تنسون اصوم تنسون اصوام ايه اصدر ايه 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 قاول طبعا نحاول نفتح الشمعات وكل شوية اطفل يعني اكون هوا عالي اذا نحاول ناخد الصور لا احترق علي طبعا هوا ده يجيب على اطفري رح يحترق اطفري الصور حاجي افتحها ايوه كده لا 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 تطفون لا لا تطفون صورة بس على الصورة طفل لا لا بعث المفتوحات حسنا طبعا وصلنا للمكان اللي رح اكل بي المكان اصور اكو بحر قداما بس انا ما داشوف البحر زين طبعا اخدت صور خلصت صور نزلت post على الانستغرام وهس تروح ناكل المكان اللي رح اتريق بي اسمه Breakfast Republic هي تشي هستخدم ترايبود جديد اندمرني ما داعف شو استخدم وانا اذا استخدم هذا حتى الكواليتي ما داعف شو تكون كلير وما تتهزهز وما ترقص من هالاشيه طبعا هنسا قاعدنا بالمكان الجو كلش حلو هذا الاسبوع بسن دييغو اللي هو اخر اسبوع من الشهر الثاني اللي هو عيد ميلادي اسبوع مع العيد ميلادي والله جو كلشي تفرح لان ما اكو غيم وشمس وحارة فالجوهي تكون شوائه احبه قاعدين احنا بره ب هذا المكان اللي اسمه Breakfast Republic ministries قاعدين midnight يعطي هعطوأن ده قلت لكم أن أضافري مكون شوية يحبتهم؟ لا، إنهم يتعود عليهم معناها أتعودت عليهم، معناها أحبهم أنا إذا أحاول أحكي أشياء مصطلحات إنو أنا متعودة أحكيها وأترجم لك ياهم بالعربي حتى ما تقولوا لي تريع أحكي عربي لأنك مصطلحات ما تصير بالعربي يعني مثلاً إذا أحاول أترجمها بالعربي هي معناها داي طلعون أو داي نبتون علي أو داي كبرون علي بس هي معناها إنو بدأ أتعود عليهم ودأ أحبهم أكثر فهو هاي معنى الكلمة وقلي نجرب الكابوشينو كوي حجياتي سو جود قمط بيارات المطال قريب طبعاً تروحنوا أو بحل بسن تييغو الأماكن القريبة على الداون تون كلية تسمعون بيها بيارات 24 ساعة المطال قريب على الداون تون فهز إحنا قاعدين بمكان قريب على الداون تون والطيارات اللي سمعون بها فوقاً لا تدادة تقدرون تسمعوني لولا ووصل الأكل أكلي بدون خبز طبعاً هذا اسمي المكان اللي حبي يجي آكم به طبعاً أكيد بسن تييغو أكيد جماعة سن تييغو كلية هم يعرفون هذا المكان لأن شكل المطعم مشهور خلي نبلش ناكل هيا طيب الأكل؟ بصراح؟ كلش طيب بهاراتهم كلش طيبة أنا بصراحة كل شوية بيض أحب ناكل شوية بيض أحب البوتايروز أحب الشرم ما كفة شي بهذا الطبق ما أحبه أحبه أضع شوية أفاكادو شوية أج شوية الشرم شوية شيز ما ليس كل شي باعوش قلت الكرد سمعونا الطيارة؟ أشوفكم مراها هي الأكل فوق اللي بطني متصغير مترا اللي قدامي أن لأبسه ودي أبو البطن طبعاً قاعدين ناكل ووقعت ماتي الكاباكشينو هنا هاي أول مرة ألبس هذا البنطرون وباعش صار ضمت وباعش صار من أغسلة روحها يطقعني إذا مراحت يعني صرق رح أزعل لأنها أول مرة ألبسة لازم أروحها قد أغير هدومي طبعا مثل ما قلت لكم هسا رايحين للباخرة اللي أنا صالي سنين داريت أروح لها وما أروح لس جو وصلنا للباخرة خلي أشوف لكم إياها هالباخرة وراي باعش قد كبيرة ودوم من أشوفه أول مرة دخلت بيها اوه 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 باحو باحو الباخرة هناك أكو طيارات تشوفوهم مادري إذا تقدرون تشوفوهم بس أكو كومة طيارات أصور حربية هي تشي لازم نشتري تيكت طبعا This is where we get the tickets طبعا موجه بيال في القهوة رح تبدل تهدومي So this is what I'm wearing now بصل حارة الدنيا That's good طبعا لازم يفدشون جنط مالثنة You don't need to open anything Yeah Okay there you go Thank you Thank you very much By the way It's a big one you too Oh my god الباخرة بطبيعي واح هو بستحيدة شوفوه شكبرات ها واو فمنانا الدخول What Entrance منانا ندخل طبعا هنانا تقدرون تأخذون مال السماعات و تشرح لكم بيسيكلي الأشياء اللي هنانا احنا هسا بداخل الباخرة واو كلش كبار طبعا كل هاي الطيارات حقيقية يعني مو تشذب كلش تشوفوهنانا صدق هما مستخدمي نقدر نركب الطيارة اريد اركب اقدر اركب بيش هم هناك هم هذولي نقدر نركب بيهم هاي بيها ثنين بس ليش حاطيها بس ع النص ليش ميحطون طيارة كل هاي وانا اريد الطيارة كل هاي شون اسعد لهو يلا قايز انقودوا الطيارة واحد نين ثلاثة تخيلوا ادوس على الفتشي لا اصور كل شي بقاف او اكو اشياء تتتحرك من ادوس فتشي تتتحرك من نفس الوقت هاي اصور طيارة اللي لازم يركبوها نقدر نلعب هنا ملاعيب رح نصعد بهذا اللي اللعبات اه ماندرش شنو الشعور اللي رح يكون اصور اجربهم وراها اقولكم باعوش قد ساعدو هذولي باعتهم نازلين وهذاش قد ساعد هاي قد تتحرك يجعبولك مثل الطيارة العادية شون ما انتوا تسوقوها هي تسوق انا هاي قد اطير بالضبط اعكسها كل يد بالمقلوب رح اطير رحيت ركبت بذاكة لانه لازم تضربون طيارات ثانية ومضربة ولا طيارة اسكتوا خليها بس ما قدرت استخدم تلفو ما قدرت اصور لكم بس تونس والله اللي يجي هنا خلي يجربها يعني هي كليتها اربع دقائق هذولي الطيارات الحربية مش كبراتهم مستحيل واو اتمنى ان يقدر نركب بيهم بس الصور اللي ان حقيقيات ما يصير نركب بيهم بس الركبت بيهم هم حقيقيات بس مقصوصة او مثلا بس الراس مالتها الشمس مطبيعية بالقوداباوة والله صواريخ تتشوفون هذه صواريخ كلية حقيقية يمكن مو تشكرهم حقيقي واو كل شي حقيقة هنا حتى هليكوبترز اكو هذا التمثال واحد من معالم سن دييغو تخيلوا اني كل هاية دا امشي باخرة عبالك مدينة لسا اني بداخل الطيارة هاي هليكوبتر مو وانا كوش ما يشتغل اذا احفظ شي يشتغل معنا طيارة وحضرنا كل العالم حاطيني هنا طيارة مساعد متى هاشقد قديم بحث كلية هايشي اشياء كلها قديمة هاي مو للاصغال يعني اني باعه واني ابنيه واباعه اذا ولد اصخب يعني اذا علي يجيشي هنا انا عليه شيشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او واو اعبالك غرفة عادية مستحيل اشتركوا في القناة وهي البدلة مات تهدوم تلفزيون حمام هناك اهم دا شوف باعي مطبخ مالتهم و هذا اذهب اجتركوا في القناة و هناك حفري و هناك حرفة سعودية ارابيا انا اردت بغداد العراق الاقبار لقد بدأت وهذه الحرب اللي صارت بين كويت والعراق لأن أمريكا دخلت فهي هاي الغرفة اللي استخدموها خلال هذا الوقت باعوا كلية الخرايط ما الكويت هاي خريطتنا هايان العراق إيران العراق الكويت هناك السعودية هل تشوفون السعودية هناك هاي الخطط مالتهم هاي الخطط مالتهم هاي الخطط مالتهم هاي الخطط مالتهم I'm from Iraq by the way You're from Iraq Yes I am Welcome to the gateway Thank you Thank you so much Nice meeting you too Thank you Oh hello Hi And welcome to the captain's cabin I'm getting caught up on some paperwork and have to get up to the bridge soon but it's great to have you aboard as my guest ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والذي يأتي لسان دياغا يقبضي لفت ساعتي ثلاثة هنانة يعني كل شي تونس فالشي جديد بحياتكم ما رح تشوفوه بغير مكان طبعا هذا الثاني يوم البارحة كان عيد ميلادي شنو اخر شي شوفت لكم يا أصور الاخر شي شنت بالسفينة ووراها خلاص الشاحن ماتي ووراها صارت الدنيا اليوم وما قدرت أصابر لكم بصراحة ما سويت شي بس طلعت ويا صديقتي اليوم سالصبح اخذت قهوتي واجيت على مونت هيليكس هنانة بسان دياغا طبعا هذا احلى مونتن بالنسبة اليه كل ما اجي سان دياغا لازم لازم على الاقل نص ساعة اجي اهنانة واقعد لان المنظر خرافي هس رح اشوفو فيكم اياه لان كلش كلش حلو طبعا هي كل جهة تختلف بس ثاني نانة واو واو باعوا المونتنز يعني اني بصراحة اللي فت شي اللي اعشقه هنانة المونتنز احنا بهيوستن ما عندنا مونتنز ابد فهذا الشي كلش اشتاق لهنا اخذ قهوتي ويهذا المنظر خرافي ويهذا المنظر خرافي اشرب قهوة اتمتع بلي فيو لان خرافي واتمنتوا الناس تويايه واستفاديتوا من الاماكن اللي انا رحت لها وان شاء الله اذا تجون سان دياغا اي احد يجي سان دياغا لتفوتون الباخرة لان المنظر خرافي ما يتعوض الباخرة فت شي ما يتعوض اللي بعد ما مسوي لايك وبعد ما مسوي سبسكرايب لا تنسون السبسكرايب جوه شوفت لكم عيد ميلادي واخذتكم ويايا واتمنت وان نستو احبكم كلش واشوفكم على المرة الجايخ اشوفكم المنظر مننا يخبوا صح طبعا وين ما اجي اوار اكو منظر وين ما اشوف 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 اللي بعد ما مسوي سبسكرايب لا تنسون السبسكرايب واللي بعد ما مسوي ثمز اوب او اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون اشوف ارجو اقلكم لا تنسون تنسون على الجرس حتى كل ما انزل فيديو تعرفون انه اني منزلة فيديو واني احبكم كلشو واي بقت هذا المنكون واشوفكم على المرة الجاية موح 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 موح